عندي النهاردة أوراق كتير جداً عايزة أشتغل عليها يعني أعوزين نتكلم فيها لكن خلينا أكلمك شوية على التحركات المصرية اللي هي على كافة المستويات مصر بتتحرك فعلاً على أكتر من مستوى وفيه أكتر من اتجاه طول الوقت يعني إذا كنا بنتحرك فيه الملف السوداني والوقوف بجانب أشققنا في السودان وطبعاً عودة المصريين بمنتهى الأمان بإذن الله وإذا كنا بنتحرك على المستوى العربي فيه مثلاً من خلال أو على صعيد الملف السوري عودة سوريا مرة تانية للجامعة العربية والحمد لله وإذا كنا نتحدث حتى عن المستوى القطري زي ما حصل الشراكة القطرية ما بينه وبينك البنك الدولي واتكلمنا عن إفريقيا وإزاي مصر هي الشريك الاستراتيجي بتاع البنك في المنطقة إلى آخره طب تعالى أقولك على سبيل مثال برضو فيه اتجاه آخر النهاردة مثلاً بيأكد رئيس مجلس المزراء الدكتور مصفى مجبول لأن مصر اكتسبت خبرة كبيرة وجيدة جداً في استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 حدتكلم على أكبر مؤتمر المناخ بيحصل في الدنيا بشكل دوري مصر الحقيقة قامت فيه بدور شديد الأهمية مش بس على صعيد التنظيم ولكن تحويله إلى مؤتمر للقرارات والفعل وليس للتوصيات ده عزز فعلاً الثقة خد بالك بقدرة الدولة على استضافة مؤتمرات دولية كبيرة يعني مش بس ثقتنا في أنفسنا بل وثقة العالم والمؤسسات الدولية في أن احنا قادرين على أن احنا نستضيف وننظم بمنتهى الكفاءة والفعلية هذه المؤتمرات الدولية عندنا النسخة الاثناشر من المنتدى الحضري العالمي ده جه بالمناسبة خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع سيدة ميمونة شريف وكيلة الأمين العام للأم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات طيب دكتور مصطفى مدبولي أكد عليه أكد أن مصر بتشتغل بمنتهى الجهد وبجهد الحتيث من وقت طويل جدا لاستضافة هذه النسخة النسخة الاثناشر كمان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم لتوقيع اتفاقية ما بين الحكومة وما بين منظمة الأم المتحدة ممثلة في هذا البرنامج برنامج الأم المتحدة المستوطنات البشرية علشان نبدأ الاستعداد والتحضير لعقد الدورة الاثناشر من المنتدى الحضري العالمي واللي مقرر انعقاده إن شاء الله في القاهرة في نوفمبر عشرين أربعة وعشرين طيب هقولك حتى على الطريقة بتاعت كان أظن كابتن لطيف زمان ولا كان مين واحد يقولي واحد يقولي مصر وقصد والوضع شوف أنا عجبني مثلا في استراتيجية القطرية كلمة مهمة أوي قالها دكتور مصطفى مدوني العالم عانى من مشاكل مركبة متراكمة أدت إلى هذه الأوضاع الاقتصادية اللي بيأمر بيها العالم كله أنا بفكر معك بصوت عالي يعني بفكر مع المواطن المشاهد أنت عايز العالم يعاني من هذه التراكمات والمركبات الإشكالية في اقتصاده يعاني وعاوز إحنا ما نعانيش إزاي أمريكا تعاني من هذه المشاكل وتراكمتها والاتحاد الأوروبي بيعاني العالم بيعاني مصر بطبيعة الحال تعاني إحنا بنتكلم على اقتصاديات بالتأكيد أكبر وأقوى مننا وبمراحل ده مش بس كده بلاد عمليا زي الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو بلاد زي الصين اليابان كوريا ما كانش عندها أي أزمات سياسية على الإطلاق على الإطلاق خلال 30 سنة فاته مفيش دول مستقرة زي الفل ما شاء الله دول عمالة بتبني في اقتصادها في دول بدأت من بدري في دول زي الصين بقالها تقريبا حوالي 40 سنة بتعمل هذا البناء الاقتصابي الضخم والمهول عندنا كوريا بدأت تشتغل من الستينيات وصولا إلى هذا الشكل الكبير والمهول الوقت المتحدة طبعا بتشتغل منذ الأزمة الاقتصادية أو من بعد انجلاء الأزمة الاقتصادية 28-29 يعني إلى اختحاد الأوروبي من بعد اتفاقية روما هو قاعد عمال بيبني في نفسه وهكذا انت بتتكلم على بلد بتبني مؤسستها من أول وجديد على رأي الجماعة الأجانب from scratch في 2014 وحنا كان عندنا إيه طيب حد يقول لها كان عندنا هقوله حاضر يا سيدي كان عندنا وباز وترأ وتآكل نتيجة أزمات اقتصادية نتيجة عدم استقرار سياسي شديد مخيف عدم استقرار أمني مهددات على كل حدودك شمالا شرقا غربا جنوبا كل حاجة دخلنا 2014 قاعدين بنشتغل وكأن ما فيش بنبني المؤسسات من أول وجديد بنبني الاقتصاد من أول وجديد بنبني حتى السياسة بروافدها من أول وجديد كل حاجة بتتبني كانت ولا زالت يعني ما أحد كلمة الحوار الوطني ده في جانب كبير جدا منه هو الجانب السياسي ومحواره السياسي على سبيل المثال مثلا فانت هنا بتتكلم على بلد عمليا بدأت تتبني من 9 سنين فعليك إنك تستوعب بس اللقطة دي أنا مش بقولك الدنيا وردي وبمبي لأ لازم بس نستوعب إن المسألة صعبة إلى أبعد الحدود أبعد الحدود والكل الكل دون استثناء مش بس الحكومة الكل يجب عليه إنه يفكر بقوة بفاعلية بمنتهى العمق في إيجاد حلول وحتى العمل على أنفس نحن حتى في الاقتصاد اللي هو بقى إيه مش مايكرو مايكرو المايكرو شديد الجزئية اقتصاديات الأسر الهاوسهولد لازم نقعد نفكر إحنا هندير حياتنا إزاي مش بقولك إن الدنيا خلاص سوداء قاتمة بس الدنيا مأزومة طيب ورغم إنه الدنيا مأزومة وعطفا على الكلام اللي كنت بقوله إن المسألة ما هياش لعب عيال ولا هي أحاديث المراهقين وإنه الفارق ما بين العمل السياسي الحقيقي على مستوى إدارة المؤسسات والدول شيء وانتخابات التحاد الطلبة دي شيء تاني خالص الأداء الخطابي الأداء الخطابي بتاع ونقدر وهنعمل وعديننا وعبرنا المنشو كل الكلام ده لا المسألة مش سهلة المسألة صعبة وتحتاج مننا شغل سؤال هل الدولة اشتغلت ده سؤال مهم أنا مش بقولك إنه هل الدولة عملت كل شيء صح أنا بسألك هل الدولة اشتغلت يعني عملت شغل ولا ما عملتش فيه ناس تيجي تقولك والله أنا مش شايف حاجة هقوله طيب حاضر مفيش عندي أي مشكلة على الإطلاق إنك مش شايف حاجة دوري أنا أقولك طب تعالى نشوف يعني تعالى نتفرج وأنا راجل من أنصار دايما الحقائق والأرقام عندما نتحدث عن أداء دولة أداء مؤسسة أداء الحكومة ما أداء مفيش عندي ما أداء مفيش عندي أداء مفيش عندي